موسيقى السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينيتش مجازون إخباريون يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتح السيسي الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية إلى بصر خلال الفترة القادمة وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظة البنك المركزي حسن عبد الله وجه رئيس السيسي بالاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلدمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والإجراءات ذات الصلة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة واستعرض محافظة البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرا موضحا تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة أكد الرئيس عبد الفتح السيسي تطالع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية جاء ذلك خلال استقباله وفدا اقتصاديا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت وأعضاء غرفة التجارة والصناعة الكويتية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الشيخ النوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ولي عهد دولة الكويت معربا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت هذا وأشاد الحضور من الجانب الكويتي بما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من نقلة النوعية اللافذة في جميع القطاعات التنموية في البلاد على نحو غير مسبوق وفي فترة زمنية قياسية كشفت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل تقدم الرئيس اليساري البرازيلي الأسبق لولا دي سلفا بنسبة 47.9% من الأصوات وذلك مقابل 43.7% لمنافسه الرئيس المتهي ولايته جايير بولسنارو وقالت المحكمة في موقعها الرسمي أن هذه النتائج الأولية تأتي بعد فرز 97% من الأصوات وبهذه النتائج يخوض بولسنارو والولا دي سلفا جولة إعادة لحسم منصب رئيس البرازيلي الجديد في الثلاثين من أكتوبر الجاري أعلن الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي السيطرة على بلدتين في خرسون استكمالا للانتصارات التي تحققها قوات بلاده بعد استعادة بلدة ليمان في دونستيكا وأشاد الرئيس الأوكراني بجهود الجيش الأوكراني في الدفاع عن البلاد وتحقيق الانتصارات المتتالية أعلن رئيس مجلس الدومة الروسي أن البرلمان سيناقش اليوم الاثنين مشروعات قوانين وإقرار معاهدات لدمج أربع مناطق أوكرانية ضمتها روسيا وهي دونستيك، لوهانسك، زابروجيا وخرسون كما أعلن الدومة أن المناطق الأربع ستصبح جزءا من موسكو داخل الحدود التي كانت موجودة في يوم إنشائها وفقا للمعاهدات المقدمة للمجلس وأكد الدومة أنه عملا بالوثائق الدولية ستصبح حدود المناطق المرتبطة بأراضي دولة أجنبية حدود دولة روسيا الاتحادية أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك أن إصلاح خطوط أنبيب نوردستريم التي تعرضت للتخريب سيتطلب وقتا ومالا وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أنه بشكل أولي فإن موسكو ترى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وأبولندا كانت معنية بتخريب خطوط أنبيب نوردستريم مضيفا أن هذه البلدان أعربت سابقا عن أن هذه البنية التحتية لن تعمل وسيفعلون كل شيء من أجل تحقيق ذلك أعلنت رئيسة الوزراء النيوزلندية جساندا أردرن أن سلطات بلادها تدرس إمكانية تفرض عقوبات إضافية على روسيا وقالت أردرن أن بلادها تواصل لتحليل العقوبات التي تفرضها على الأشخاص الذين قد يكون لهم نفوذ وكذلك على السلع والخدبات ولما تستبعد رئيسة الوزراء النيوزلندية زيادة الدعم العسكري لكييف ختم المجزوة لمزيد منها الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي وهذه تحياتي لحضراتكم أنا لأشيطة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة